اشتركوا في القناة اليوم بعيد على البيت وبالتالي دايماً كان هناك بعض الاشكالات مع الانترنت لما الواحد يكون في مكان جديد فهذا هو اللي خلاني نتأخر بضع دقائق اليوم رح نحدثكم كانت جاتني كثير من الأسئلة والتساؤلات على ما كنت تحدثت فيه المرة الماضية من السيناريوهات الخمسة أنا كنت قلت قبل حوالي يصبعنا أمام خمس سيناريوهات تقريباً في المستقبل وأيضاً تساؤلت كثيرة على المرحلة الانتقالية والغموض اللي سيدها ولماذا بعض الناس مع المرحلة الانتقالية بعض الناس ضد المرحلة الانتقالية إلى آخره وأيضاً هناك ثلاث أسئلة أو أربع أسئلة نحاول نجيب عليهم بسرعة واحد سؤال عن المداخلة واحد سؤال عن كيف نتعامل مع بعض اللي يجو بسمنهم مع القيد صالح وبعض البلطاجية وبعض اللي يجوهم الترابل ميكلز كما يسمونهم اللي يحبوا يخلقوا الفوضى إلى آخره هذا أيضاً سؤال نحاول نجاوب عليه قدر الإمكان إذاً خلنا نبدأ بالحديث الأول وهو قضية السيناريوهات للمرة الماضية قلت أننا على الأرجح سوف نكونوا أمام خمس سيناريوهات السيناريو الأول أنا قيد صالح ومن معه من جنيرالات يمضون في مشروحهم وفي الخطة اللي رهم واضعينها سواء كانت الخطة ألف الخطة بال الخطة جي من المهم عندهم أكثر من خطة أو على الأقل حلنا نفترض أن عندهم أكثر من خطة ومو في حقيقة رهم في حالة ارتباك رهم في حالة يعني رهم ديستابيليزاسي إلى حد كبير يعني وهذا عنده عدة أسباب ولكن لأننا داخلين في في عقلية الهدنة إذا شئتم أو في جو حابين نخلقوه يكون جو من الهدنة مانش رايح نحكي على التفاصيل تفاصيل رايح نحكي بالأشياء عموما إذن السيناريو الأول أن قايد صالح ومن معه النظام الحاكم اليوم واللي يقوده قائد الجيش نايب وزير الدفاع قايد صالح يمضون في الخطة في خطة معينة واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي راه عندهم والسيناريو الثاني اللي كنت حدثت عليه هو احتمالات انقلاب من جنرالات غاضبين سواء كانوا لتابعين لتوفيق سواء كانوا لتابعين لنزار عندما نقول تابعين عندهم علاقات عندهم ارتباطات عندهم صدقات قديمة جديدة إلى آخر يعني هو فقط العنوان أنا نذكر العنوان كاي اللي تابعين لتوفيق وكاي اللي تابعين لنزار وإن كان هذون تقريباً يشتركوا في الاثنين كاي اللي تابعين لساعد بوتفليقة كاي اللي تابعين للهامل ولي شنوف هذا اللي هرب إلى علي كونتو أو إلى اسبانيا وهذا اللي في فرنسا قائد النحية الرابعة ذرزاق شريف أو سعيد باي بمعنى كايين الجنرالات اللي هاربين أو اللي اللي في السجن مثل سعيد باي كايين الجنرالات اللي توفيق أيضاً هو في السجن أو نزار كايين الجماعة اللي هو منتع السعيد بما فيهم جنرال البوليس السابق عبدالغاني الهامل وآخري يعني كل هؤلاء هم إذا شئنا المجموعة من الجنرالات أو من قادة النظام السابق اللي عندهم الآن خصومات مع القايد الصالح ومن معه اللي مع القايد الصالح نعرفوه مش كون مذكرناهم أكثر من مرة خلنا نذكركم بأربعة وخمس أسماء شنغريحة قائد القوات البرية بلق قصير قائد الدرك الوطني قائدي قائد المخابرات بوعزة قائد المخابرات الداخلية وآخرين زراد بشار إلى آخرين مجموعة فيه السيناريو الثالث وهو أن اللي مع القايد صالح يشوفوه بليرديهم للحيط ومراه يسمع وراه مفرفش وراه يرتكب بأخطاء ومراه يدير تصريحات خاطئة تماما فيقوموا بالانقلاب عليه وعلى رأس هؤلاء اللي كنت نذكر فيه السيناريو الرابع هو انقلاب يأتي من ضباط آخرين في الغالب شباب قد يكون فيهم جنرالات أكثرهم ربما عقداء يشوفوا بأن البلاد رهي في وضع حرج الأوضاع رهي تتدهور القيادة السياسية مكسرة القيادة العسكرية مكسرة وبالتالي أن أفضل الحلول هو الإعلان الولاء للشعب للحراك إذا سمي شئتم أو للثورة والانطلاق وإزاحة كل هؤلاء السيناريو الخامس ينتصر الشعب من خلال الثورة الشعبية من خلال الخروج من خلال المظاهرات السلمية الحضارية اللي عندها اليوم مئة يوم عندنا دخلنا أو اليوم كملنا المئة يوم كاملة كنت حاب ندير اليوم كنت حاب نتكلم على مرور مئة يوم ماذا تحقق وماذا بقي أن يتحقق لكن بما أن فيه هذه الإشكالات أو تساؤلات اللي يريد طرح أكثر سنأجل هذا الموضوع ربما إلى يومين أو ثلاث أيام قادمة إن شاء الله هذون هما في اعتقادي السيناريو هنا هي السيناريوهات الأقرب للحدوث بعض الناس عودوا وراجعوا معي خاصة السيناريو الثاني والثالث أنا قلت لهم السيناريو الخامس هو الوشف الثينكينج وهو الذي نتمنى ونتحقق يعني هو السيناريو الرغبوي الذي نتمنى وتمنى الناس جميعا وهو انتصار الشعب الشعب ينتصر في ثورته السلمية جماعة يعترفون بحق الشعب في تقرير المصير والشعب يقرر ما يفعل بوطنه على قول الجزائريين الآن بلاد بلادنا وندروا رأينا بالمفهوم الإيجابي ليس السلبي بعد ذي كنت نشوف في الحاج الأخضر بالمناسبة حي الله الحاج الأخضر نتعى العمارة اللي كان حقيقة حتى وهو في مكة وهو في عمراء ما انساش الموضوع وأجبني أيضا اليوم ناس قابلوا توفيق قابلوا بدوي وهو يعني يعني يراه كأنه في عمراء فقالوا له تتنحى وقع واحد قاله له يعني قالوا تتنحى وقع معناها الناس متبعتهم والحمد لله الناس مولاش تخاف ولا تتصور ولا تتسجل ولا تتبعث وهذه هي من بركات هذه الثورة أن الناس مكسر عندها حاجز الخوف أغلبية الناس ما زال بعض الناس للأسف يخافوا أحيانا يحبوا يخوفوهم إلى آخرين بالنسبة للجماعة اللي رام يقولوا شركة توطال لكن أعود نذكركم نتكلم عليها بسرعة يعني لأنه ما زال الأمور لم تحسن ولكن الفرنسيس رام ضاعطين بشدة عن بالهم لهذه الفرصة باش ياخذوا مزيد من مما يريدون إذن إخواني هذا هما we've сценariot الخامسة السناريو الثاني وثالث هما اللي كثير من الناس تسألوا عليهم خاصة السيناريو الثاني السيناريو الثاني الذي jamais得出去 ب معني انقلاب cavity كنا السيناريو الثالث عنصار القاعد الثالح اللي يراهم معه الآن ينقلبون عليه لكن السيناريو الثاني هو السيناريو الخطير والخطير جدا لأن السيناريو الثاني هذا إذا تحققBLE وممكن لأن الجماعة لم يشتغلوا عليه الجماعة انتع توفيق نزار طبعا النزار مش لازم يظهر في الصورة بالمناسبة نزار بالعكس الآن يحب يظهر باللي هو خاطيه وبالعكس يقدر يقول حتى بلي هو مع القيد صالح الآن لكن نزار توفيق كل المناصرين انتع سعيد باي المناصرين انتع عبدالرزق شريف انتع شانتوف انتع سعيد بوتفليقة انتع عبدالغاني الهامل كل هؤلاء الآن الهدف الرئيسي انتعهم انهم يشوفوا باللي مش معقول يعني مش معقول ان القيد صالح وما عندهم نظر عليه سيئة جدا يعني يقولوا باللي انسان جاهل أمي متعجرف جبان في نفس الوقت يعني هذه نظرتهم ليه انا كنقول هذون رمكين جنات اخرين كن اسماء اخرى لكن حبيد نعطيكم العنوين اللي الناس يعرفوهم هذون وما اللي مذكورين كثير في الاعلان هؤلاء الآن على الارجح مش على الارجح انا متأكد انهم يخططون لانقلاب اما يخططون الانقلاب للاطاحة بالمجموعة ككل اللي مع القيد صالح اذا نجحوا او على الاقل لاختراق هذه المجموعة وضم واحد اثنين ثلاثة منها باش يقدروا يدروا عليه انقلاب من يستطيع ان يقوم بالانقلاب لكي تقوم بالانقلاب عليك تحقق مجموعة اشياء اهم شيء ان تكون لديك قوات خاصة او قوات برية تكون لديك قوات خاصة احيانا تسمى بالمحمولة جوة نحوان يسموها بليبارا احيانا هذه هي القوة الضاربة هذه القوة الضاربة تكون ايضا الان قوات خاصة في الدرك و تكون قوات خاصة في الشرطة الشرطة اسمع القواصب في الدرك عندها اسم اخر DSE يعتقد الى اخرى وفي الجيش هي عموما هي القوات الخاصة كانت كل مرة كيفاش مرات كانت لما كانت مستمعوا بمجاملةالأرهاب كانوا يسموها شيء وتغيرت الاسماء في تسعينات غيرت اربعة اث Clerو او اربعة مرات كل مرة كان يغيروا الاسماء لكن هناك قوات خاصة قوات ضاربة قوات ساعقة قوات هذه كلها قوات خاصة متعددة هي لكن كلها يطلق عليها قوات خاصة إذن لازم يكون عندك هذه لازم يكون عندك سيطرة على الترانسميسيون على الاتصالات على هذا مهم جدا لازم يكون عندك سيطرة على القنوات وعلى الإذاعات أو على الإذاع أو إلى آخره لأنه أول شيء لما يصدروا الانقلاب هو البيان الأول كما نعرفه ولازم يكون عندك قدرة على عزل الشخصيات الرئيسية داخل أي نظام كيف يحبوا يديروا انقلاب الناس أنا نبسط لكم إخواني الموضوع انقلابات هو انقلاب موضوع كتبت في الكتب وفي استراتيجيات وفي أشياء كثيرة لكن نحاول نبسط دائما الحديث باش يوصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس إذن نحن نعرف مثلا الآن قايتسالح أنه يقيم في عنعجة في فيلا في عنعجة وهذا من الفيلا في عنعجة محاطة بحراسة عسكرية وتم مؤخرا زيادة الحراسة عدة أنواع من الحراسة حوال ثلاث براجات والأربع براجات وأكثر من جهة تحرص المكان إلى آخره هذا منذ أن أصبح القايتسالح هو الحاكم الفعل للبلاد فهم لو كانوا يقوموا بشيء هو أول شيء يستطيعون أن يعزلوا القايتسالح ويلقوا عليه القبض إذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك فهم باختصار بسيط فيما بعد تسهل المهمة لأنهم إذا ألقوا القبض على قايتسالح ليلقي القبض على قايتسالح ويأسروا هو أو ثلاثة من المساعدين الكبار يقدر من بعد يعطي التعليمات والجيوش قيادة يعني من بعد إذا تمكنوا من إعطاء التعليمات لقادة النواحي وقادة المفارز والكتائب الكبرى الفرق الكبرى خلاص يعني يعطوهم الولاء انتهى الموضوع يعني قايتسالح لما جاي يسقط سعيد وترتاق لو كان ما كانش عنده الولاء تعقادة النواحي اللي كان عدنهم يعني يغير فيهم أربعة في هذه الثمنة الشهر الأخيرة كون ما كانش عنده هذا الولاء تعقادة النواحي الستة وانتع الفرق الفرق الأساسية وانتع قائد القوات الخاصة وانتع الدرك كون ما كانش عنده الولاء انتع هذون كلهم أو على الأقل أغلبهم ما كانش يقدر لأن السعيد كان عنده الكاشي التعال الرئيس ونحن نعرفه أن السعيد كان خرج بيان باش كان ينشره يوم 2 أبريل لكن قايتسالح سبقه بساعة وفي البيان كأول أبريل كان خرج البيان لكن ما قدرش وين ينشره فسابقه بعد قايتسالح وأسقطه لكن لو كان السعيد كان قادر ما زال يقضي التعليمات والتعليمات تمر عبر الأجهزة الخاصة وتليفونات الخاصة طبعا كان تليفونات يسموها التليفون السوفيرانتي تليفونات السيادة هذه كان يسموها أمرة الكاتشيفر لكن كان حتى تليفونات أكثر من الكاتشيفر التليفونات مرتبطة فقط مع قيادة العليا للبلاد يتواصلوا بيناتهم في هذه التليفونات والمفروض هذه التليفونات محروصة حراسة شديدة ومؤمنة تأمين شديد لكن ليس دائما نعرف أنه الفرنسيين والأمريكيين وحتى الإماراتيين عندهم اختراقات لهذه الأجهزة وأنا متوقع أنهم يسمعوهم يسمعوهم بسهولة لكن المهم كان يكاتشيفر والتليفون السوفيرانتي وكان انتصالات تتم بطرق مختلفة بيناتهم فلو كان كان السعيد قادر يعطي تعليمات باسم الرئيس على مثلا الإطاحة بالقاية الصالح واعتقال القاية الصالح لو كان ما استطاعش القاية الصالح أنه يطيح ببوتفليقة وبيخوت وبيخوه ويسجن ترطاق ويسجن توفيق بالمناسبة بعض الناس رام يقولوا باللي توفيق وترطاق وسعيد ما رامش في السجن أنا اعتقادي إخواني رام في السجن هذه رامي متأكد منها ما فيهاش نقاش هذا الأمور ما فيهاش لعب بيناتهم وهذا الأمور كيتوقع بيناتهم أرى هو يقع الموت فيها هذه مش لعب ما يقدرش يمثله في هذه الحاجات بارك باش ياخذوا توفيق بهذه الطريقة اللي اخذوه فيها وبهذه الصورة اللي فيها إهانة كبيرة والسعيد وترطاق بالصور فيها إهانة رهيبة هذا كان يعتبر رواحهم أرباب البلاد هذه فقط تكفي باش تكون ضربة قاسمة لها في هذه ما كانش ميكي وما كانش تلعب الصراح حقيقي والاعتقالات حقيقية والاعتقالات راهي ما زالت تم وراكين دي بيرج في هذا الوقت لأنني أحدثكم فيها ثلاث أسابيع راهي تم دي بيرج يعني تم تصفيات داخل بعض الجهات وبعض المراكس بمعنى أنه ليشاكين ما عندوش الولاء الآن القيادة الراهنة على رأس القايد صالح والستة سبعة اللي ذكرتم لكم ليشاكين فيه أقل شي يقولوا له رح للدار راك روتريت روتريت انتي سي بي روتريت إلى آخر أقل شي وكاين اللي راهم يعتقله مباشرة إذا كان اعتقله حسين بن حديد وهو جنرال عمره ثمانين سنة تقريبا ثمانية وسبعين سنة وتسعة وسبعين سنة وخارج الخدمة وما عندوش علاقة انتهت من ستة وتسعين خرج من الجيش بمجرد فقط كتب مقال مؤخرا ومعنى المقال ما كانش سيء يعني بالعكس كان فيه كثير من نصائح نصائح جيدة فما بالك بالجنرالات اللي داخل المناصب واللي عندهم سلطة واللي عندهم نفوذ واللي يقدروا يصدروا قرارات فأنتم تخيلوا الوضع إذن إذن هذا السيناريو في الحقيقة هو السيناريو هو الأسوأ بالنسبة للقيادة الحاكمة ولكن أيضا بالنسبة للشعب بالنسبة للشعب بالنسبة للوطن وبالتالي بالنسبة لنا يعني لو كان يرجع توفيق وسعيد وترطاق يعني هؤلاء واللي معاهم سعيد باي عبد الغاني الهامل إلى آخر يكون هؤلاء يرجعوا أوكي سيقوم بإطحنوا أصحابهم لسجنهم يعني القايد الصالح وهذه الجنارات اللي معا يطحنوا مطحم خاصة بالقصير هذا يعني بالقصير هو اللي هو اللي يرى اليد الضاربة لتالقايد صالح معاهم قايد الآن لكن ليخطط في الحقيقة في كثير من الحالات هو بالقصير مع زوج 3 جنارات وحد آخر يطحنوا مطحم يرحوهم رحل ما فيش نقاش هذا إذا ما عدموهم إذا ما صدروا حكامة هذا أقل شيء يضعون في سجون وفي أشكال رهيبة لكن هذا في الحقيقة ليس هو السيناريو الأفضل للشعب لأن الاحتمال أن هؤلاء اللي هي ما يسمى بالدولة اللي مرة تلقوا عليها الدولة العميقة يعني أو الدولة العبيطة أنا سميها الدولة العبيطة أو الدولة العنيفة هذه الدولة معناها تعود تتركب من جديد اللي هي دولة التوفيق بوتفليق وهو اللي شفناه من 99 فما فوق إذن هذا هذا شيء رهيب قد يكون أسوأ من المجموع اللي رهي موجودة الآن أنا قلتها المرة الماضية قلت أن السيناريو الثاني هو صحيح سيء جدا كارثة على الجماعة لرحاكم اليوم ولذلك نصحتهم أن كلما تقدمون بين قوسين تنازلات بمعنى كلما تسمعون للشعب كلما تكونون بعيدين عن الإنقلاب كلما تكون احتمالات الإنقلاب بعيدة عليكم لكن كلما تشددتم كلما أصبحت احتمالات الإنقلاب قوية لماذا نقول لنا هذا الكلام نعطيكم دليل صغير قايت صالح حينما أطاح بالسعيد بالتوفيق و بالترطاق قبل ما يسجنه حينما أطاح به من نهار 2 أبريد ما قال في 2 أبريد قال المادة 102 والمادة السابعة والثامنة لما قال المادة السابعة والثامنة جاءوا مع هالناس لأن الناس كانوا يقولوا المادة 102 أنا شخصيا قال المادة 102 أول مرة 26 مارس الماضي قالوا المادة 102 ما لدينا ما ندر بها الآن فات عليها الحال وكان الرأي العام السائد هو أن المادة 102 ما تخدمناش لأن المادة 102 تعاود تنتج النظام الجديد فهو جاء قال أوكي المادة 103 مارس وزادت قالها في 2 أبريل لما قالها في 2 أبريل الناس رحبت بإسقاط بودفليقة عبد العزيز والسعيد وترتاق رحبوا في البداية كان فقط الإطاحة بهم من مناصبهم وحتى لما اعتقلهم الناس فرحت بل الناس كانت تطالب بهم حتى خرجت مظاهرة في العاصمة وفي أماكن أخرى تقول الشعب يريد إعدام السعيد إذن فسهل المهمة هذا قبل أن يعتقل السعيد خرجت هذه المظاهرة فهذا سهل كثير العمل لقايد صالح والجمع اللي معه سهلهم المهمة بشكل رهيب وبالتالي قدروا يديروا الاعتقالات واخذروا شعبية حد معين هو نفس الشيء لو كان يقوم الآن قايد صالح بخطوات في اتجاه الشعب حقيقية حوار حقيقي يبدأ مثلا يأخذ إجراءات أنا كنت طرحت البارح بعض الإجراءات اللي هي قلت سمينها البريالابل يعني سمينها ربما عناصر بناء الثقة أو خطوات بناء الثقة إطلاق صراح المسجونين السياسيين وقف كل المضايقات ضد الناشط السياسيين والحقوقيين في البلاد فتح المجال الإعلامي والسياسي والنقابي والاجتماعي إلى الجزائريين وعودة الزيكزيلة عودة اللاجئين أو المهاجرين أو الممنوعين إلى آخر إلى البلاد وحل البوليس السياسي ومع ذلك قلت أن قضية حل البوليس السياسي اللي هي الDRS ممكن تتأجل شوية ممكن الناس تتسامح فيها وتتأجل شوية لأن المهم يكون يكون إعلان مبدأ تقال بأنه سيتم حل البوليس السياسي لعبث البلاد إذا أخذوا هذه الإجراءات فبكل تأكيد سيربحوا جزء كبير من الشعب الجزائري أو على الأقل نستشعر باللكاين جدية في الموضوع سيريزنس على قول الإنجليز معنى الخوار هم أخذين أمور بجدية سيريزن إذا ما أخذوش هذه الأمور مع كل ما هو واقع من تشرذم داخل القيادة العسكرية تشرذم داخل القيادة السياسية ضغط من الشارع سراعات داخل حتى أحزابهم الأفلن في سراعات الأرندي في سراعات الجماعة أنتع هذا رجال نحب المال في سراعات كلهم كل هذا يضعفهم ويخلي إمكانية الإنقلاب أو تحقق السيناريو الثاني يصبح كل يوم يمر تصبح قابلا للتحقق ما تنسوش سعيد وتوفيق راهما همش لعب توفيق راه ضل 25 سنة في السلطة 25 سنة والسعيد 20 سنة وفي هذا 20 الاخر 20 و25 راهما بناء لريزو بناء العلاقات في الداخل في الخارج علاقات مع معدة جهات خارجية قوية مش لعبة وكانوا عملاء لها وكانوا يدفع لها الأموال أيضا عملاء لها سياسيا ولكن يتقربوا منهم بيدفع الأموال بفتح يعني فرنسا فتحوا لها الأجواء كل هذه الأشياء إذا ما إذا ما إذا ما إذا إذا استطاعوا يسترجعوا أنفسهم ويحقوا انقلاب فكما قلت سيتم طحن المجموعة اللي رايح حاكمة اليوم ولكن أيضا بنسبة للشعب هذا ليس جميل لأن الشعب بنسبة له رايح يواجه مجموعة أخبث وأجرم وأفسد من المجموعة اللي أنا موجودة الآن حلنتمنوا لهذه المجموعة الآن تسمع العقل إلى صوت العقل وتراجع نفسها لكن هؤلاء رح يكونوا كارثة حقيقة والمواجهة معهم ما رح شيك في أنك تخرج بعد الجمعة أو بعد الشعب لازم يخرج كل يوم ولازم يكون فيه تصعيد لازم يكون فيه قطع الطرق للمطارات للموانئ لأنه إذا رجعوا وتمكنوا من جديد رايحين يعني يرجعون لحالة الاستعباد أبشع مما كانت في العشرين سنة الأخيرة إذن هنا أركز على هذا السيناريو الثاني لأنه هذا هو الأخطر وهذا هو الذي راه تقريبا أنكور لا يخطوا يمشوا فنعود هنا نقول القيد صالح ونقول الجنات اللي راه معهم لنجيكم من هذا الوضع أنتم الشعب يعني أنتم الوطن هو أنه يكون عندكم تخلقوا هذه شروط الثقة وهذه شروط التعاون فتخلقوا نوع من التحالف غير المباشر بينكم وبين الشعب وفي عموم ومن يمثله ومن يستمع لهم الناس فتقدروا أنتواجهوا الانقلاب لره جاي والشعب يقدر يكون معاكم أيضا فيها لكن بدون ما تقدموا على الأقل على الأقل مجموعة من النقاط التي اذكرتها لكم هذه رأوا الناس ما يقول لك في نهاية المعطاف خليهم يتكاتلوا بيناتهم اللهم ضربوا الظالمين وبالظالمين وخرجنا منها سالمين خليهم يزيدوا يضعفوا بعنا بيناتهم ثم الشعب يره في ثورته يعني يره يتحرك يره في الثورة يره ماشي يعني ليس يتراجع الشعب يره فاهم بأي تراجع تعني نهايته تعني أن الشعب هذا يره يرجع لحالة من الاستعباد وحالة من القهر لم يسبق لها مثيل في التاريخ أبشى حتى من 20 سنة لفاتت خاصة من 10 سنين الأخيرة إذن نتمنى وأنهم يسمعوا ونتمنى وأنهم يسرعوا لأن الوقت ينفذ الماضي لما كان يقول الجايد صالح الوقت ومن ذهب وعودة عدة مرات وأن الوقت ما يبقى الناش ومش بالصحيح هذا صحيح موش برك من ناحية أن البلد من ناحية الاقتصادية رهي متوقفة من ناحية السياسية رهي في سيدات كامل من ناحية الاجتماعية من ناحية والبترول حتى تشتف الأسعار هيزي تتقلط على البيترول صناعة البيترولية رهي في أوضاع سيئة عدم الاستقرار داخل الإدارات داخل الدولة حكومة مش مقبولة شعبيا وزارها ما يستطيعوش الخروج رئيس الناس لا تريده هو تستنكر وجوده باش يصلي البارح كان لازم يقطعوا قعصي حتى الشهادة ويغلقوها كامل وتكون الالكوبتر في السماع إلى آخر وهو بدوي كما قلت لكم حتى في الحرم المكي الناس قالوا له لازم ترحلوا بعد إذن هذا الوضع راهو يضغط بشدة ويضغط على القيد صالح واللي جمع اللي معاه إذا ما فهموش أن الوقت is crucial secretial يعني تع الصح وأن اللحظة حارجة فإنهم سيدفعون الثمن يدفعون الثمن غالي هنا بالنسبة لينا موالفين بالمواجهات موالفين بالمقاومة والشعب هذا راهو مدام الشعب بره ما نخافو من أي شيء بإذن الله هذا إجمالا على هذه النقطة أريد أن نتكلم ندركها شوية باختصار شديد على النقاط اللي ذكرتهم لكم باش منطولش عليكم نحاول منفوتش أربعين دقيقة غير مرة 25 دقيقة بسرعة بالنسبة لموضوع المرحلة الانتقالية ربما يجلي وقت ونتكلم عليها بطريقة أكثر تفصيل وأكثر لكن اللي حبيت نقول يعني بعض الناس شوفوا يا إخواني دائما كيتسموا حاجة جديدة أو كلمة جديدة دائما حاولت تلقوا لها التعريف لا تفهم لا تفهم أول حاجة لأي شيء باش تفهمه لازم تحدد ما هي التعريف تعرفه وما هو وما هو المرحلة الانتقالية لأن مرات ربما يجعلها لكم كل واحد كيف سوف يدر فيها يعني وكأنها شربة شربة لما تسمع كلمة شربة في الجزائر كل واحد كيف سوف يدر الشربة تعور أنا في رمضان الآن لكن قالنا سسميها شربة شربة أو الحريرة أو الحريرة لكن كل واحد وعقلته في قضية الحريرة والشربة وأيضا هذه قضية المرحلة الانتقالية يعني مجاوش هذو اللي رأي أقوله مثلا هما ضد المرحلة الانتقالية أو حتى اللي قالوا نحن مع المرحلة الانتقالية في الغالب مجاوش فسروها وشرحوها طبعا الآن نشوف قنواتهم وتلفزيوناتهم رأي تقوم بعملية تبييض هائلة للرونجيرس ويجيبوا ناس اللي هم أقرب للرونجيرس معناها ربع أسابيع ولا لشناها هنتع شوية حريات إعلامية شوية رأي تتعاود تتراجع من جد إذن أول شيء المفروض اللي نفهموه ما هي المرحلة الانتقالية ما معنى مرحلة الانتقالية خلونا نلخصها لكم بسرعة في الغالب حينما يكون الوضع الجزائري هذا نظام كان نظام ديكتاتوري نظام استبدادي والشعب خارج انتفت ضده وسقط هذا النظام سقط كلية أو جزئيا كما رأى نحن الآن في حالة السقوط الجزئي سقط جزء من العصارة اللي سمها قاية صالح نفسه عصارة لما كنا نقول هالما لما دار أكثر من عشرين سنة كانوا يتهموننا بالأياد الخارجية والآن كلهم يقولوا العصارة مرحبا جزئي والناس تريد إسقاط النظام ككل إسقاط العصارة بعبارة أدق وقيام نظام حكم لأننا لا نظام حكم لأننا فوضى لأننا عصارة فما زال أمشادي وقاية الجيش لا يحب أن يمشي مع الشعب لا يبكي مع الراعي ويأكل مع الديب إذا لم يحسن أمره وقال لنا نمشي مع الشعب ونسمع للشعب فكما قلت لكم هو السيناوري الثاني على الأرجح اللي رح يصاب من عاوش أن نرجع له دعونا نذهب إلى المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية إخواني إذن هي مرحلة ما بين مرحلتين مرحلة الدكتاتورية ومرحلة حكم الشعب بيناتهم بين هذه المرحلتين جي فترة يسموها الناس مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية وش معنها معنها يجو ناس خارج النظام سابق يجو يدير مرحلة مؤقتا هذا المرحلة المؤقتا يقوم ويجروا فيها إصلاحات إصلاحات في النظام الانتخابي إصلاحات في النظام القضائي إصلاحات في النظام القانوني في بعض منهم يعني المهم السريع إصلاحات في بعض مواد الدستور بعض مواد الدستور ليس الدستور ككل باش ما عادوش نرجع لكونسيتيونت ما لكونسيتيونت أنا قلت لكم الآن موقفنا أنه ممكن راجعوا الدستور بدون أن نذهب إلى مجلس تأسيسي فيما يتعلق بلكم يعني مجلس الكنسيسي أو كما يطلق عليها مرات إذن هذا المرحلة الانتقالية هو أنه ناس نضاف مقبولين من طرف الشعب ومن طرف النظام يتساقط أو يتساقط الآن ويديروا مرحلة هذا المرحلة يجروا فيها إصلاحات لتمكن من إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن والأفضل دائما تكون انتخابات رئاسية شرعية بلدية هذه هي باختصار وبعبارات مبسطة جدا ما معنى مرحلة انتقالية طبعا نقدر نبقى معاكم حول الساعة ولا نشرح لكم في تفاصيل كثيرة لكن مش هذا هو المهم الآن حبيت فقط نقول لكم ما يخوفوكم مش بكلمة مرحلة انتقالية ما لازمش تخافوا منها يعني أو انقطع اليوتيوب مرة أخرى مش حابين يحشموا هؤلاء الذباب بتاع الجماعة ويبدوا أنهم مش راحين يقبلوا الهدنة اللي عرضناها عليهم إذا بقوا بهذه الطريقة صراحة إذا بقى الذباب بتاعهم بهذه الطريقة وهذا التضييق فاربا نوقف هذه الهدنة اللي تكلمنا عليها يعني إذا نعود نرجع ورام كانوا أصلوا أكثر من 11 ألف ألا كانوا 9000 فاصل في اليوتيوب وهو تم غلق اليوتيوب المهم هو أرجع الآن قلت المرحلة انتقالية يا إخواني ما يخوفوكمش ما هيش الغول ما هيش الخراب ما هيش الفرنسا تتدخل ما هيش الاقتصاد ينهار ما هيش الأموال تهرب هذا الأشياء رمقايق حتى الآن تهريب الأموال لكنارات جايبين واحد يقولها خبر اقتصادي ما خبر اقتصادي يعني هذا اللي يتكلم وقال المرحلة انتقالية خطيرة وخبر اقتصاد هو في الحقيقة أنا لما سألت عليه قالوا لي هذا واحد من الناس اللي داخل بيديه ورجليه في قضية شكار يعني يأخذ أموال من هنا ومن هي ودرحوا اكسبير ويدي فلوس من هنا ويدي فلوس من جهة فيه ومن عند رجال أعمال إليه فهو الآن باعتباره بين قوسين اكسبير ايكونامي يخوف الناس لا بالعكس المرحلة الانتقالية هي اللي يتحافظ على أموال الناس لأنه يأتي فيها وجوه جديدة يعني كي يقول لك ما نرحوش لمرحلة انتقالية يعني تبقى بدوي وبن صالح وكل الوزارة انتاحهم وكل ولاة انتاحهم وكل هذا هو اللي لا يرحوش لمرحلة انتقالية يعني يبقى النظام ككل تبقى العصابة ككل قطعت منها بعض الرؤوس فقط شفتوا عليه وش مرحوش لمرحلة انتقالية لأنهم يريدون أن يبقى هذا النظام وهو اللي يجري الانتخابات حتى لو كان يبدلوا بدوي يجيبوا مثلا مثلا أعطيكم مثال يجيبوا هذا اللي كان رئيس حكومة قبل سنة ونص أو سنتين تقريبا وش يسموه صاحب القايد صالح هذا ذكروني في اسمه ذاك نذكر اسمه أو يجيبوا بالخادم مثلا تعال النظام أو يجيبوا واحد من قراب من النظام يبدلوا بدوي حتى بن صالح مثلا قال أوكي يبدلوه يجيبوا واحد تبون أمذكروني في الناس يجيبوا تبون يجيبوا بالخادم مثلا تخيلوا يتبون رئيس حكومة وبالخادم مثلا في بلاست بن صالح الناس تشعروا كان فيه تغيير الحقيقة ما فيش تغيير بدلنا الحاج موسى بموسى الحاج هؤلاء أيضا عناصر تعال العصابة وإن كان ما ظهروش بالشكل البشع لكنهم كانوا في النفس الوقت تعبود في الليقة فهدفهم يكون هو تمرير وإعادة إنتاج العصابة يعاودوا ينتجوها وهم يشرفوا الانتخابات وعلش الآن القايد صالح يقول لك انتخابات في أسرع وقت وكان نريح لربعة جويلية لكوما سقطها الشعب لأنه الهدف عندهم هما وشنه هو الهدف نحي هذا كله كانوا مقلقيننا واللي الشعب يعتقد أنهم كانوا هما المشكلة وخلينا نعاود ننتجو العصابة خلينا عاود ننتجو النظام مش في 99 لما جابونا بوتفليقة كثير من الناس تخدعوا فيه هو نفس الشب إذن مرحلة انتقالية في الحقيقة هي تقطع الطريق على النظام أن يتجدد على العصابة أن تجدد نفسها لأن الناس اللي يجوا يكونوا بشارب مشاركوش في المرحلة على الأقل من 92 والفوق لما يجوا لمشاركوش من 92 والفوق ولما يكونوا تحت العين وتحت الرعاية وتحت الضغط الشعبي ولما تتوفر فيهم شروط المصداقية الصدق شروط الأخلاق شروط ما هو ناهبين ما هو قتلة هؤلاء بالتأكيد سيعملوا لمصلحة الشعب خاصة أن هناك رقابة شعبية عليهم في حراك وفي نستخلج الشارع إلى آخر إذن المرحلة انتقالية في الحقيقة هي قطع الوريد قطع الطريق قطع الخيط حتى العصابة لا تتجدد من جديد هذه المرحلة انتقالية تبقى الآن وكيف تدار من يديرها ما هي أفضل عناصر فيها هذا نقاش واحد آخر لكن عموما المرحلة انتقالية هو شيء إيجابي ليس سلبي أنا شرعت بعض الناس يتكلمون غير هكذا المرحلة انتقالية كما كان القضية الفرغ الدستوري الفرغ الدستوري الفرغ الدستوري ها هاي ما كانت خابة ربعة جويلة كانت معه وتسمعتهم من فرغ دستوري ما فيهش ما كانش خلاص سكته الفرغ الدستوري كانوا يقولون ننتخبوا يوم ربعة جويلة ننتخبوا عمروا الانترنت بكوبي كولي بالتعليقات تعكوبي كولي ننتخبوا قاعد ننتخبوا ربعة جويلة كاش ماشتهم عاود اكتبوها الآن ما كانش ذوباب إلكتروني مبروغرامي سواء كانوا عباد صح ولا كانوا ربوات صح ما كانش إذا المرحلة انتقالية في الحقيقة دايما يقول لكم أنا ضد المرحلة انتقالية يقولون أنت ضدواش بالضبط وشنو المرحلة انتقالية يعرفها يعطينا تعريف لها فهمنا فيها وكان يقول لك مرحلة انتقالية جينا فرنسا لا جيك فرنسا فرنسراي عندك فرنسا مش فتحول الأجواء من قبل مش فتحين لمخابراتها وليسفارتها تلعبك قال لك السفير الفرنسي اللي موجود الآن عنده سنتين في البلاد هو السفير الأمريكي عندهم سنتين يشتغلوا يتحركوا يروحوا يجو في كل شيء لكن اكتشفنا قبل ربع أيام أنهم مش معتمدين وما معنى مش معتمدين إخوان خلينا نذكر شوية العمل دبلوماسيين تاعي مش معتمدين بمعنى أن ما همش رسميين ما همش قانونيين في البلاد كانوا ينتظروا الختم وما هو الختم الختم يستقبلهم في الدستور الجزائري رئيس الدولة لازم يستقبل السفير الجديد يقدم له ما يسمى أوراق الاعتماد أوراق الاعتماد معناها أنا راني جايك من عند رئيسي باش نمثل بلدي هاك أوراق اعتمادي عندهم ربع أيام فقط من اللي قدموا السفير الأمريكي والفرنسي أوراق اعتمادهم لو كننرجعوا للصحافة ولا نرجعوا للتويتر ولا الفيسبوك تع سفارة فرنسا وسفارة أمريكا تلقاونا السفير الأمريكي بشكل خاص دار قع الجزائر التقى قع الناس ستجدهم قع وهو ليس معتمد معناه ليس قانوني بعبارة بسيطة يعني تمر للناس وجوده ما زال ليس قانوني ليس معتمد ما هو العبث ما هو المرحلة تعبوتفليقة والعبث اللي فيها نهار اللي نكتشفو الحقائق راح تشيب الولدان الناس تشيب من الشي اللي راح يجي و راح يخرج هم بدوا يخرجوا بالصحراء نزلت بالقطارات بالمناسبة سمعت أن عائلة الشادلي قررت تخرج الجزء الثاني من المذكرات نتعو الحمد لله شخصيا كنت دعيت هذه العائلة قبل سنوات عندما خرج الجزء الأول المذكرات قلت لهم خرج الجزء الثاني يعني الجزء الأول ما فيه ولو يتحدث على ما قبل 88 الجزء الثاني هو الصح لو من 88 فما فوق على الأقل من 88 إلى 92 هذا هو الصح إن شاء الله يخرج جزء الثاني ومكتشفوا فيه الشادي إن شاء الله العائلة ما تقطعش فيه يعني إن شاء الله يحترموا الرئيس السابق الشادي بن جديد اللي أنا نعتبره مهما يقال أنا في شخصي شخصيا نعتبره أفضل أو أقل سوء الرئيس الأقل سوء في البلاد بالنسبة لي بالنسبة لي هو الشادي المجديد وأنا عاشت فترة الثمانينة جيدا واشتغلت فيها وعارف كل شي فيها فمقارنة بما سبقها وخاصة بما جاء بعدها تعتبر فترة الشادي هي الأقل سوء الآن إن شاء الله إلى جي فرصة أخرى ممكن أن نتكلمه في قضية المرحلة الانتقالية لكنني قلت لكم الآن لما يجي واحد يقول لكم أنا ضد المرحلة الانتقالية قلوا فهمنا فيها باش نسمعوه المرحلة الانتقالية أو غير الانتقالية أي شيء لما تشوفوه يجبوه لكم قلوا فهمنا عطينا التعريف The definition The definition أعطينا أعطينا هذا فهمنا فهمنا باش نقدروا نتكلموا اسمع كلام يعودوا اسمع كلام يعودوا جاء شوي على هواه والله اللي قالوا اللي يسمعوا من عنده عنده فيه ثيقة ولا يعوده ولا حاول دائما تبحث في المضمون حتى تعرف عن ماذا تتحدث الآن نختم بإجابة على سؤالين أو ثلاثة واحد قال من فضلك فهمنا كل مرة تقول المداخل المداخل لماذا كنوا مع هذه المداخل هذا موضوع طويل وطويل جدا ولكننا نبدأ نتحدث عن المداخل الآن ساعة وما نوصل لله لا نعطيكم تفاصيل كلها لكن دعنا نحاول نختصر في ثلاث دقائق نعطيكم اللب الموضوع المداخل وكانوا قديما يسمون بالمرجئة هم بالتمام العكس الخوار هذا أولا في التعريف تقول الناس كيف هم الخوار هذا سؤال واحدة فيه هنا الدكتور عباس عروة دائر دراسة أعتقد أنه لما تكلم عن السلفية هو جاء دراسة على السلفية لقى 24 نوع من السلفية 24 نوع المداخل هم نوع واحد من السلفية إذن هم في البداية سلفية أو ينسبون للسلفية يعني يتشوفوا قضية اللحية كيف اشتراوها بطريقة معينة لباس السوق نصف الساق لآخره لكن ما يتميز بالمداخل عن باقي أنواع السلفية الأخرى هو أنهم يقدسون الحاكم يقدسون الحاكم بالنسبة لهم الحاكم يفعل ما يشاء أنت لا أنت لازم لا توجهش الحاكم لا تخرج للحاكم لا تقول كلمة ليس مليحة في الحاكم بعضهم يقول حتى في قلبك لا تستطيع أن تنتقد الحاكم وفيهم لذين تضرفوا يعني بعضهم يرى أن حماس في 2008 مثلا أنها خرجت على الحاكم لما أنا مرى واحد في نقاش هكذا سألنا قلت ليس كون هو الحاكم يعني عباس قليلا مش عباس أغلمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي حاكم وكان على حماس الفلسطينية أن تبقى تحت أمر ومدخلش عليها وفيه ناس مثلا في العراق لما جاء هذا بول بريمال حاكم أمريكي بعد الغزو وضعوه فعلا رأس العراق فكانت الناس التي بدأت تقاوم في الاستعمار الأمريكي الغزو الأمريكي بعض هذو المداخل يقول لهم ركما خرجت على الحاكم من هو الحاكم قال بول بريمال هو ليس حاكم غازي يعني استعمار أمريكي وغزو أمريك قال لا مدام هو وراه في البلاد يجب تسمع وتطيع إذن عندهم السمع والطاعة العمياء للحاكم لكن كنا نظن قبل 2011 أن عندهم سمع والطاعة لأي حاكم مهما كان الحاكم لكن بالحقيقة بعد 2011 اكتشفنا أن المرجئة اللي هما نسموهم المداخل أو الجامية يعني نسموهم الجامية نسموهم المداخل وهما في اثنين لأن الجامية من سبيل واحد سموه الجامي والمداخل من سبيل اخوة ثلاثة اخوة على رأسهم ربيع المدخل لدينا هذه المداخل في الحقيقة أنهم كانوا ضد حكوح مرسي كانوا ضد الحكومة التي انتخبوها الليبيين والآن رغم يقاتلوا مع حفتر ضد الحكومة على الأقل لأغلبية الليبيين ربما متفقين عليها إذن في الحقيقة بعد اكتشفنا أنهم ليس ضد مع الحاكم أي حاكم هما مع الحاكم الظالم هما مع الحاكم الظالم يمكن أن يقول كيف ينتسبوا للإسلام والدين والسلفية ومع الحاكم نعم خرج قبل 14 تقريبا أحدهم على تلفزيون السعودي قال هذا حد تلفزيونات لكن انتشر هذا الحديث قال تسمع وتوطيع للحاكم حتى ولو رأيته في التلفزيون يزني كل يوم تشوفه نص ساعة يزني ويشرب الخبر تسمع وتوطيع إلى هذا الحد إلى هذا الحد تقديس الحاكم تقديس كامل مطلق بسح اكتشفنا أنه ليس أي حاكم الحاكم الظالم الحاكم الدكتاتوري هؤلاء هم المداخل المداخل إلى الآن من قسمين مثلا في الجزائر انقسموا بشكل الآن عدة مجموعات عدة مجموعات في مصر انقسم وفي كل مكان انقسم فيهم جزء لم يرح شقع كما مثلا في ليبيا كان واحد رأي مرة تشوفوا بعض الصور تشوفوه يقتل هكذا في الناس أمام العالم هذا كان رئيس المداخل أو أحد رؤوساء المداخل بعض الليبيين انسحبوا لكن جزء أساسي مشوا معه ورامي قاتلوا مع حفتر الآن وقتل الناس بالنسبة إليهم قتل المواطنين قتل الأطفال قتل يتقربون به إلى الله بالنسبة إليهم هذا هي الموضوع فالحقيقة المداخل هي مجموعات صنعتها المخابرات السعودية ابتداء من 92 أو 91 لما غزت أمريكا المنطقة بحجة إخراج صدام من الكويت فالسعودية وجدت نفسها في حرش شديد لأن في الدين هناك ثوابت عدم تعاون مع الكفار في حرب المسلمين صدام يبقى مسلم بالنسبة لفقهاء السعودية الأمريكان كفار يجب أن نتعاون معهم لقتال صدام على أقل شيء فالسعودية كانت تحتاج لبعض الألسن أو بعض العمائم الدينية لكي تبرر له هذا العمل فقامت بالنفخ في بعض الشيوخ البسطة وتعظيمهم وتقديسهم وتمريرهم في التلفزيونات بش يعطوها الفتوى بأنك تقدر تتعاون مع الأمريكان لقتال صدام ثم اكتشفوا أن هذا جاب لهم نتائج إيجابية ففرخوا منهم في كل مكان في الجزائر في ليبيا في مصر في تونس في كل مكان كلمة داخلة ولا هم الأكبر لألسعود ثم لحاكم البلد ليكون موجود وهم مع الحاكم الظالم وعندما يكون الحاكم عادل يخرجون ضده ويقدروا حتى يقاتلوا مع الحاكم الظالم ضد الشعب كما رأهم الآن ديرين مع حفتر على سبيل المثال وزنوا عماءهم هذه المداخلة أفتولهم بأن القتال يكون مع حفتر مثلاً هذه المداخلة كانوا أفتوا باللي ضرورة اتباع بوتفليقة مثلاً هذا باختصار لكي لا نطول في الموضوع وأعتقد أن يطول شوياً دعوا الموضوع تقع السؤال الثاني كيف نتعامل مع بعض البلطاجية بعض الأنصار اللي يتكلمون باسم القيد صالح بعض الناس اللي رأهم يجو مرات يحبوا يخربوا الحيرة يخربوا التظاهرات وسرات سرات في واهران سرات في سطيف سرات في لغوات سرات في العاصمة خاصة هذا الأسبوع اللي فات كيف نتعامل معه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته